بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أقدم لكم الحصيلة اليومية لمرض كوفيد-19 ببلادنا وأود أن أذكر في البداية على أن هذه الأرقام هي أرقام مؤقتة في انتظار الحصول على باقي الأرقام من المختبرات المرجعية ببلادنا والتي سيتم نشرها لاحقاً بالموقع الرسمي لوزارة الصحة خلال في بعض الوقت بين السادس مساء من ليلة أمس والسادس مساء من اليوم تم تشجيل 26 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ليرتفع بالتالي إجمال عدد الحالات المسجلة في بلادنا إلى 359 حالة واستبعدت بعد النتائج المخبارية 1461 حالة توزع هذه الحالات 359 حالة على جهات المملكة وفق ما يلي جهات الضار البضاء ستات مية وسبعات الحالات جهات فاس مكناس 63 حالة جهات الرباط سلا القرية تيرا 64 حالة جهات مراكش أسافي 62 حالة جهات طنجة طوال الحسيمة 23 حالة جهات سوسما السحداش الحالة جهات بنيم الله الخنيفرة 10 حالات الجهة الشرقية 13 حالة 5 حالات بجهة ضرعة فلالت وحالة واحدة بجهة قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الدخل ودهب صفر حالة تنقسم هذه الحالات بين 42 في المية من النساء و58 في المية رجال عدد حالة الوفيات للأسف الشديد تم تسجيل ثلاثة حالة وفيات أخرى لتنضف إلى 21 حالة وفاة فيصبح الرقم 24 حالة وفاة مسجل ببلادنا بالنسبة لهذه الحالات حالة الوفيات تتوزع بين جهات الملكة على الشكل الآتي ست حالة وفيات بجهة ضر بضأ سطات خمس حالة وفيات بجهة مركش أسفي أربع حالة وفيات بجهة الرباط سلا القنيطرا ثلاث حالة وفيات بجهة فاسم كناس حالتي وفاة بكل من الجهات الشرقية وجهة سوسمس وحالة وفاة واحدة بكل من جهة ابن ملال الخنفرة وطنجة طوان الحسيمة وبالنسبة لحالة الوفيات كان المعدل السن هو 66 سنة وجميعها تعاني من أمراض مزمنة وكلها يعني دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حالة حارجة بالنسبة لمجموعة الحالة المسجلة في بلادنا التي هي 359 حالة تنقسم بين 59% من الحالة المحلية و41% من الحالات الواردة بالنسبة 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 للحالة السريرية للمرضى على الساعة قبل دقائق من الآن 13% من المرضى لا يعانون من أي أعراض سريرية اليوم 72% يعانون من أعراض في حالة هيئة أو متوسطة 9% منهم يوجدون في حالة خطيرة و6% يوجدون في حالة حارجة هذه هي الحصيلة المؤقتة لمرض كوفيد-19 ببلادنا إلى حدود هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته